موسيقى 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 برحب فيك وبرحب فيك إلى هالحلقة الجديدة من برنامج آيات وعجائب حلقة مباشرة اللي عم نعملها من بعد ما جيت من العراق أنا جيت من العراق نهار الثانين المساء واليوم الأربعة وكان عندي وقت جميل جدا بالعراق وبشكر الله على هيدا الوقت اللي بدي إليك كمان أنه بدي إحكيك عن مواضيع مختلفة ولكن بدي أعطي عنوان لهالحلقة اللي هو عندما يخونك صديق أو عندما يخونك صديق أو صديقة إلك وإليك متل ما مرأة داود بهيدا الوضع اللي شايف فيه أنه أقرب المقربين إليه ابنه خانو ولكن خلينا في بداية هالحلقة طلب مني أنه صلي مشان ناس تصلوا فيه من السويد ما بدؤوا الأسميون أمرأة نعلم شفاء المسيح عليها شجعتني كتير قالت لي من أنت عم تحكي مش أنت العم تحكي ولكن الروح القدس هو الذي يتكلم فيك قلت له هيدا الشيء نحن بنوسق فيه بدنا نصلي كمان لجينا تحت ربي بيريكا ويعطيها مستقبل رائع ما بدؤوا لهي من أي بلد ولكن بعثت لي اليوم إيميل منصلي لها منتنبع عليها مستقبل رائع وزواج ورائع وسلام بعائلتها أنه يختبروا كلهم من المسيح مخلص بدأ يكون معنا كمان اتصالات مع كريمة وغيرهم اليوم سمعت كتير شهادات حشارككم فيها اليوم سمعت كتير شهادات بالعراق فحخبرك كتير قصص ولكن من ضمن البرنامج ربي بارك كلمته لكل واحد مننا باسم المسيح أمين بقرأ المزمور مع بعض أنه عندما يخونك صديق مزمور 55 ولكن قبل ما أقرأ هيدا المزمور أجاني هيدا الصليب هدية من المطران كنيسة الأرثودوكسية أثاناسيوس صديقنا وحبيبنا اللي منعرفه من إسبانيا والربي باركو بيقول لك ميرسي عمر جيد بدي أقل بسؤاله اللي بيطلع كتير كبير فسمحنا على هيدا الشيء ولكن ممنونك ومقدرو حيضل معي والربي باركك خلينا نفوت بالموضوع مباشرة وبدأ أحكي كمان ندفع عن نهاية السنة لأنه نحن صرنا بنهاية السنة وقال لك سعد لسنة الجديدة بيقول المزمور 55 أصغي يا الله إلى صلاتي ولا تتغادى عن تضرعي استمع واستجب لي أتحير في كربتي وأضطرب قال من صوت العدو من قبل ظلم الشرير لأنهم يحلون علي إثما وبغضب يضطهدونني يمخض قلبي في داخلي وأهوال الموت سقطت علي الخوف ورعد أتيا علي وغشيني رعب فقلت ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح كل واحد مننا بس يوصل ويواجه ديقات بقول لأيت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح ولكن أيام الرب ما بيسمح أنه نطير وأستريح لأنه بدوينا نجيبي هذه الديقات لأنه هو معنا في الضيق قال معه أنا في الضيق نجيني من الضيق قال لا لا معه أنا في الضيق إذا اشتزتها في المياه يا رب نجيني بدون ما اشتز فيها قال لا إذا اشتزت فيها أنا معك إذا اشتزت في الأنهار أنا معك إذا اجتازت في النار ما بتلدعك لأنه أنا معك ولكن قد يسمح الرب أنه نجتاز وأيضا إذا صرته في ودي ظل الموت مش ودي الموت ظل الموت ظلاله قال لا أخاف شرا لأنك أنت معي والمسيح قال أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر قال أنا إذا كنت أبعد هاربا وأبيت في البرية عندش ناس بيقولولي ياريت فيي أهرب أولادي بيقولولي مثل ما بتعرفها الغنية I believe I can fly العالم بتحب تهرب والطير قال يا ليت لي جنحا كالحمامة فأطير وأستريح الإنسان من زمان عنده حب الطيران حب الهروب بسرعة من الأمور أول ناس طاروا هن مش the right brothers بأمريكا ولكن أول ناس طاروا هن كانوا يجربوا يطيروا الطيرات الصينية جايبوا يطيروا أوراق يطيروا طائراتهم من ورق إلى آخره ولكن أول طيارة فعلا كانت the right brothers هذا اللي عرف فيه أنت بدك تطير وتستريح ولكن إذا عندك إيمان أنت فيك تطير فوق الظروف فوق العواصف مثل ما بيقولوا المؤمن قال يرفعون منتظروا الرب يجددون قوة يرفعون أجنحة قد نصور بطير فوق الظروف قال يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون قال الهانذا كنت هاربا أبعد هاربا وأبيت في البرية دبنا نهرب من الظروف كنت أسرع في نجاتي من الريح قال العاصفة من النوع قال أهلك يا رب فرق ألسنتهم لأني قد رأيته ظلما وخصاما في المدينة اللي دايقوا لداود أنه اللي خينه مش شخص غريب شخص بحبه كتير وشخص قريب منه وعلى الأرجح كان يمكن عم بيحكي هون عن ابنه أب شلوم اللي خينه قال نهارا ولينا يحتوم بها على أسوارها وأثم ومشقة في وسطها كمان عم بيحكي عن المدينة قال لا يبرح من سحتها ظلم قال وغش لأن ليس عدو يعيرني فأحتمل قال مش عدو ولكن مين قال ليس مبغدي تعظم عليه فأختبئ منه مش شخص غريب بيبغدني تأبعد عنه بل أنت إنسان عديلي قال إلفي وصديقي أنت أنت اللي صديقي وكنا نخدم ونعيش سوا وكذا قال الذي معه كانت تحلوا لنا العشرة قال إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور في آخرين بيقولوا يمكن هيدا كيف عم بيحكي هون عن عن شاول سوء عمه يعني لداود لداود إخت بنته كنا نذهب في الجمهور قال ليبغتهم الموت لينحدروا إلى الهاوي أحياء لأن في مسكنها في وسطها شرور قال أما أنا فإلى الله أصرخ والرب يخلصني نشكر الله أنه الله يخلصنا ينجينا من الظروف ينجينا من الضيقات المشتازين فيها مساء وصباحا وظهرا قال أشكو وأنوح قال فيسمع صوتي الله سامع صوتك الله سامع صوتك الله شايف الظروف اللي أنت مشتازة فيها الظروف اللي أنت مشتازة فيها الله عارف كل شي وينجيك من الضيق ينجيك من كل هذه الضيقات أمين ولكن أنت لا تنتقم أنت تكون صبور في نهاية هالسنة الرب لي رعاك كل هذه الظروف وكل هذه الأوقات الأوقات وصلنا بنهايتها لها السنة بقدر أقول لك أنه الرب هو اللي حيكمل معك اللي ابتدأ معكم عمل صالح يكمل إلى يوم يسوع المسيح أمين اللي بدي أقول لك كمان أنه المسيحية دايقوة كتير مثلا بالعراق اللي دايق عن الناس كمان أيام أصحابهم جيرانهم بالبنية دايقون ناس اللي بيعرفوهم من سنوات دايقون كثيرا ما دايقوني منذ شبابي اللي يقول إسرائيل ولكن النتيجة شو؟ ألم يقدروا علي مش حيقدروا عليك مهما كان سبب الضيء أكان أصحاب أو أقارب أو ظروف أو مرض الله حينجيك من الكل أمين حنسمع شداد ولكن خبروني شي دي ولد كان قالوا لعمره يا سنتين يا ثلاثة يجبوه على الكنيسة في عنا موجودة على اليوتيوب إذا بتعمل بحث عن كنيسة عينكاوة الرسولية بتقدر تشوفه قالت لقرابته هيدا بيقرابني الولد عمره سنتين بالكنيسة شهدت بهذا شيء دام العالم ومسجل على اليوتيوب قال أنا حضرت حلقة التلفزيون وحملته كل حلقة التلفزيون مش عم بيمشي قال بس خلصت الحلقة حطيته على الأرض وقبع يركض وصار يركض كما بيمشي صار يركض هيك قالتلي فنشكر الله على هالشي وكل الكنيسة تشجع يمانا وأنا صراحة تشجعت كتير بالعراق بدل ما أنا أروح شجع أخوتنا العراقية أنا تشجعت رحت سبت المخيمات شفت الظروف بكرة بتطلع على الساتة سبعة لأنه صورنا راحوا معنا مصور ومخرج صوروا معي الظروف صعبة خمسة ستة سبعة ثمانية عايشين بقودة واحدة أيام أكتر الدبان من برة والولاد ماشي حافية المحيط ما أنه كتير نضيف قال ولكن ولا سمعت ولا واحد منه نتزمر كلهم بقولوا لي نشكر الله أنه طلعنا نحنا بخير وسلامة نشكر الله أنه ما صرنا شي والرب حيرجعنا كمان الرب يرجعنا بدألك يهي الكنيسة إلى 2000 سنة بهالمنطقة وما حدا قدر عليها والمسيح قال الكنيسة مننا متروكة قال أنا أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها لا إرهابية لا ما بعرف مين بيقدر عليها أبدا تعرف لي عم بيقوموا على الكنيسة لأنه الكنيسة عم بتأثر جدا جدا عم بتكون سبب ربح لنفوس من ناس أنه من غير طواقف من غير ديانات وهذا الشي عم بيضيقهم مثل ما أيام الرومان كانوا يضطهدوا الكنيسة والناس كانوا شو في فلسفتين أول شي كانوا يخافوا من الموت كتير الرومان لأنه كانوا يعتبروا الموت هو نهاية كل شي وشي تاني كمان كانوا يعتبروا أنه اللي بيطلب الرحمة وشخص هو غير مستحق مش لح يستجاب إلو ولكن يوم من الأيام بسنة المية وخمسة وستين ضرب وبأ الأمبراطورية الرومانية فبلشت العالم تهرب والعالم عم تصاب ما كان في أدوية بوقتها فصاروا يلقوا المريض ويزدتوا بالطريق تحت تايموت ولكن بهذا الوقت طلعوا المسيحية من الكهوف لأنه كانوا يلقطوهم ويزدتوهم للأسود ويتفرجوا عليهم هنا ويأكلوهم طلعوا وصاروا يرعوا هالناس المرضى يصلولهم للربش فيهم والربش فيهم كانوا يعطوهم أكل وماء لأنه ما تركوا على الطريق تايموت أظهروا رحمة المسيح بالوقت اللي كل العالم تخلوا عنهم هؤلاء اللي كانوا يطهدوهم يجوا المسيحية أموا وسعدوهم والنتيجة تركوا بصمات قوية وهيدا نحنا كنا عم نضطهدهم لكيف عاملونا لأنه المسيح قال من دربك على خدك الأيمن حول له الآخر قال أحب أعدائكم باركوا لعنيكم وصلوا من أجل الذين يضطهدونكم ويسؤون إليكم نحنا منصلي لكل الإرهابية منصلي لكل الناس نحنا معنا عدو منحب كل الناس نحنا منختلف مع أفكار منختلف مع تطرف أفكار ولكن أشخاص منحبهم لأن إبليس يتداخل في أمور الناس ويعمي عيون غير المؤمنين لألا ترى نور المسيح وبشارة المسيح والنتيجة أنه بعد فترة أسيرة منشوف أنه الأمبراطوريين الرومانيين ألبت وصارت مسيحية وصارت أكبر دين مسيحي وقت منتشر بالأمبراطورية إذا بدك تعرف أكتر عن هذا الموضوع فيك تقرأ الكتاب The Triumph of Christianity انتصار المسيحية هذا الكتاب اللي بيحكي كتاب التاريخ اللي بيحكي عن هذا الموضوع كيف أنه الكنيسة عن طريق مساعدة الآخرين الصلاة للمرضى وكيف الرب عمل آيات وعجائب صارت الناس تشفى وصارت الناس تآمن المسيح قال لا تؤمنون إلا متروا آيات وعجائب رحت على المخيم تلاقيت ببنت قالت لي هيدا البنت بدألك شي أنا كان عمري 18 سنة كان عندي الأخبطات بجسمي ورحت عند أطب تعرف أنا ماعطوني أمل قال ولكن أربع سنين بدون فايدة ولكن يوم من الأيام أنا عم بحضرك انت قلت لكي أنت المريضة عندك لخبطات بالدورة الشهرية ما تخافي بقى الرب شفاكي قال انت قلت لي هيك أنا حسيت بجسمي صار في شي وفرحت ورحت عند الحكيم قال شو عملت أنت قال له ماشي أنا صليت مع الأسيس إلي كرم مش إلي كرم اللي بيشفي ولا حدا بيشفي هو يسوع واحد اللي بيشفينا والنتيجة قالت لي لا الرب استجابلك منيح قالت لي لعنه رجعت تجوزت وهيدي هدول ولادة لثلاثة شفت ولادة لثلاثة والرب استجابلهم ناس قالوا لي كمان نحنا ما كنا منقدر نجيب ولاد كنا بدنا ولاد بعد واجينا ولد وسميناه كمان على اسمك إلي ناس قالوا لي اجينا بنت سميناها دانيلا على اسم بنتك كمان نشكر الله على هيدا الشي واحدة كمان قالت لي انا كان عندي عقم شفتها بالمخيم قالت لي انا عندي عقم ما في يجيب ولاد تعالجت تعالجت ما في يجيب ولاد ولكن صليت معك بالبرنامج وعملت مثل ما انت قلت جبت قطعة تياب لصبي وبنت والنتيجة حبلت رحت عند الحكيمة قالت الحكيمة مش ممكن انت تحبله انت عندك عقدة قالوا لك انا حبلت وولدت وهيدي البنت اسمها سارة صار عمرها 4 سنين بديك تصليلي كمان حتى يجيني ولاد اكتر بدي قلت لك مهما كانت الديقات مهما كانت التجارب اكانت من قريب او بعيد مهما كانت الظروف اكانت ديقاتك مرض او ديق مادة الله يعود السنين لك للجرات بتقل لي انا خسرت كتير اضيقت كتير بدي قلت لك الرب يغير الرب عم بيعمل في بداية هالسنة الجديدة اشياء جديدة ففرح هو قال بيشعياء هالكلمات الجميلة بيقلك نبويا قال لا تذكروا الاوليات والقديمات شو لا تتأملوا بها بديك انت عم تضلك بالماضي الرب مش مهتم بالماضي الله مهتم بالمستقبل بوليس الرسول قال قال لاني افعل شيئا واحدا شو قال انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام بتقل لي خانوني المسيح خانون كل العالم تتعرض للخيانة بتقل لي لانا هيدا حبيته وبدو اتجوزه خانني وتركني وطلع عم بيخونني مع صديقتي فهمتك وانت عم تبكي عم تحدانينا وعم تبكي بيقلك سامحي وشكري الله انه الرب سمح بهذا الشيء قبل الزواج لانه الرب بدو بدو يعطيك شخص أفضل خلي عينيك عليه هو الرب كمان يكلمي قالك هو انت بيروحك انت عارف هيدا منه إليك ولكن بتقولي بركي ما ايجيني غيره كنت عم تقولي بركي ما ايجيني غيره فالرب شيله فرح بها شيء قال لا تذكروا متما قال الاشياء الماضية لا تذكروا الاوليات والقديمات لا تتأمب بها هانا تصانع امرا جديدا والان ينبت ألا تعرفونه أجعل فربرية طريقا في القفري أنهارا الرب عا بيعمل شي جديد بدو يغير لك في بداية هالسنة ونهاية هالسنة 2014 بدو يغير لك ظروفك أوضاعك بثانية بدو يغير كله أمور بثانية بتقولي أنا خسرت أموالي عائلتي تهجرت شغلي خدمتي ولكن الرب عودت لك كل شي وبشكر كل اللي صلولي مشان روح وقوصل بالسلامة على العراق نشكر الله رحنا وجينا بس صراحة شفت أنه أنا بالعراق الوضع أحسن من من أمريكا يا عم فيه أمان بالليل العالم بتمشي بالليل أنا عم بحكي بكردستان العراق وبقربيل العالم تمشي بالليل بأمريكا ما حدا بيسترش يمشي حتى الأسيس غسان قال لي خبر غسان يوسف قال لي خبر خبر هالعراقية لأنه صدقني هالعراقية العايشين برا مبهدلين مسدولين أيام بتشوف البعض منهم البعض كتير وضعوا مرتاح ولكن هن هونيك اللي عايشين معهم سيارات فخمة والرب مباركهم عندهم بيوت جميلة بروح بيحضروا اجتماعات عم بحكي كمان خاصة المؤمنين والرب عم بيشتغل رحت على الكنيسة نهار الأحد كان نشكر الله ما في محل ما في محل زادوا قال لي الأسيس غسان يوسف نشكر الله قال لي ها أول مرة هالقد بيجي عالم على الكنيسة ها أول مرة بتاريخ الكنيسة بيجي هالقد عالم قال لي له قبل ما ننجي مرة التانية ويكون الرب وصع تخومك باسمه سوع بوجه تحية إله ولأخ الدنيا والعائلة كمان بوجه تحية لبيو منصلي أنه الرب يثبته ويناميه ويتمجد بحياته العام يوسف وشغلة جيدة اتعلمتها من والده لأسيس غسان أنه كمان العراق مثل مصر أنه الولد بيحمل اسم بيو مثلا أنا ما بيحمل اسم بي بيحمل اسم كرم بينما هونيك إذا بيو اسمه يوسف بيطلع غسان يوسف إذا ابنه الأستيس غسان بيطلع كمان حامل اسمه مثل مصر نحنا مانا هيك بلبنان ولا بسوريا ولا بالأردن أنيوي اللي بدأ لك خلي عينيك على الرب في هذه الأيام الله بي يعطيك بداية جديدة مهما ديقوك مش رح يقدروا عليك أكانوا أفراد أو فرد أو جماعات خانوك مش مهم المسيح يحوي خانوه ولكن ما خلها شي يكون عقبي أمامه أنه العمل للرب عطيه قال له للرب قال له لله الأب قال له العمل الذي أعطيتني على الأرض اللي أعمله تمامته هو قال على الصليب قد أكمل الرب أكمل كل شي ما تخلي أنه لأنه غدروا فيك غدروا فيك توقف حياتك الناس بيقول لي أنا خلاص وقفت حياتي بدي فكر بالانتحار لا 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 الله بدي يعطيك بداية جديدة منعشة وقف أنه تحط عذار جديدة قول أنا هلأ بدي جدد علاقته مع الرب بدي أمشي مع الرب مصبوط لأنه من يكتم خطاياه لا ينجح والذي يقربها ويتركها يرحم أمين ما تحط أعذار توب عنا بيضحكوني ولادي مرة بنتي العمرة سبع سنين وبنتها اللي كان عمرة حوالها الأربعة سنين اللي حتصير كان خمسة الكبير العمرة سبعة ضربتها للي عمرة أربعة فقامت اللي عمرة أربعة قالت لها منقي 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 عم تستهزئ فيها أنه أنت ساعداني 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 أنا قلت له متاعوا اتنين لكم بدي أضربكم بدي أصيسكم قلوا قلوا سوري قلوا سوري بل لبعضكم البعض قلوا أسفين جريسي دغري قالت سوري لعم تعرف أنه كلمة آسف أحلى من قتلة بنت التاني قلت لها قولي سوري قال لأ ما بدي أقول لها سوري هي عم تضربني قلت لها سوري منقي قالت لها سوري على العالي بعدين منقي بي على الواطن أنا فردت من الدحك وهي فردت من الدحك وليك قلت لها لا 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 بدي أصيسي مصبوط فرجحت قالت سوري فخلينا نعتذر للرب على كل شي عملني سهوا أو تعمدا حتى للآخرين اللي أخطأنا إليهم نحن ما أخطأنا إليهم أخطأنا إلى الله لمن داود أخد مرته لأورية الحسي قال له إليك وحدك أخطأ مش إليه بس أورية قال له إليك أنت يا رب أخطأ وشر قدام عينيك صنعت أمين اللي بدي إليك عمول جردي في نهاية هالسنة على كل البركات اللي عددلك هالرب وكل اللي تمتعت فيها شوف شو عطاك من بركات ما تدلك ناقص تدلك تركز على الناقص عندك تركز على اللي عندك سكور بهالسنة قداش الرب غفر من ذنوبنا شفى من أمراضنا سد من احتياجاتنا جدد مثل النثر شبابنا نجينا من الهلاك ومن الضمار الأبدي نجينا من الأحباط أعطانا نعم مثل هيدا الشخص اللي مرة رايح على يعمل مقابلة للعمل وهو ماشي شايف مرة كبيرة بالعمر مفقود دوليبة صار محتار بوقف ساعدة يما بروح على الشغل بوقف قرر يساعدة نزل ساعدة وراح بسرعة على المقابلة ومين طلعا بيعمل المقابلة هي هي المرأة اللي كان دوليبة مفقود ومين أخذ العمل أكيد هو الأخذ العمل نعم الله الله ينعم عليك مش لأنه نحن أحسن من غيرنا بتقدم على وظيفة بيبقى مقدم 200-300-1 أو 1000 أو 2000 وبياخدوك إلك مش لأنك الأشطر ولا الأنسب الكتاب يقول ليس السعي للخفيف ولا الحرب الأقوياء مش بيربح الركض اللي هو أسرع يا نسبة فركش ولا اللي بيربح الحرب هو الأقوى الرب بغير مجرى الأمور لأنه متسلط في التاريخ والماضي والحاضر والمستقبل فخلينا نظلنا مركزين على بركات الرب الباركة يا نفسي الرب ولا تنسي كل حثناته خلينا كمان ناخد أعمال جديدة بالإيمان ناخد خطوات إيمان جديدة في هالسنة نعيش بالإيمان لأنه أم البارفة بالإيمان يحيى في بداية هالسنة الجديدة ونهاية هالسنة شكروا على كل البركات اللي أعطانا إياها بالإيمان شكروا أهم شيء أنه خلصنا بالإيمان وإذا أنت منك مخلص بعد هل فيك تاخد حياة أبدية هو قال بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان أنت وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال لك لا يفتخر أحد أمين المسيح قال اللي من إجه لعنده الأعميان قال له حسب قال له تؤمن أنا قادر إيش فيكم قال له نؤمن قال له حسب إيمانكما اللي يكن لكما والنتيجة انفتحت عيونه قال كل شيء مستطاع عنده قال كذلك عند المؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن قال الله لا يعصر عليه شيء قال كل شيء مستطاع لدى الله وكذلك قال إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن أمين أرضيه قال له يا رب أنا بدي أتقرب منك بدي عيش إليك ما بدي بهذا الوقت خاف من الإنسان قال لأنه الخوف من الإنسان بيصنع شارك كتار ما آمنوا على أيام المسيح لأنه خايفين كانوا من اليهود ما تخلي رايبينك أو زوجك أو أولادك يعقوك من الدخول إلى ملكوت الله بتقول هي إذا عملت هيك المسيح قال ما تخاف من اللي بيقتل الجسد ولكن ما عنده سلطان أنه يقتل الروح الخاف بالحري من الذي له سلطان أن يهلك النفس والجسد كلاهما معا في نار جهنم ركز أكتر في هذه السنة الجديدة عرف أنه مراحم رب جديدة في كل صباح عيد تركيزك وتغير عن شكلك كمان جدد ذهنك من الكلمة تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهنكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية شي جميل اللي بتعمله إذا بندرس الكلمة أكتر بهالسنة أنا عم بسمع الكلمة أكتر عم بحطها كمان إياً ببقى عم بمشي حطتها عم بسمعها إياً بالسيارة بدورها بكون عم بسمعها هلأ اللي منزلت على لبنين كمان بيّ لزوجتي أخباسي الكرياكوس عطاني سيارته دورتها فيها عن بيتري كنت أنا عطي سيدي الكتاب المقدس ولك على الآن بعجل تسير مش فرآني معي ما أنا عم بسمع البايبل وإن شاء الله ما أوصل عم بسمع عم بتفوت فيك عم بتغزيك عم بتغسلك تغسل بالكلمة في كل يوم جد تركيزك في كل يوم لأنه كل شي بده يزيحنا عن مخططات الله وإرادة الله أوثق أنه الرب معك وليس ضدك وسقفي في هذه السنة يقول لي يا رب أنا بده أوثق فيك يقول له أنا جربت كثير أنه إنجح بدونك ولكن هلأ بدي أوصل فيك يقول له يا رب أنا بده أكون أمين معك بتقديميتي وعشوري أنا عملت كثير إشي بدون ما أقدم لك يا رب بدون ما هتعرف أنه منك الكل ومن يدك أعطيك ولكن أنا هلأ بدي أعطيك أمين بدي يكون أنت شريك بحياتي وشريك بخدمتي بديك أنت تكون شريك بيسد كل احتياجاتي أمين وثق كمان أنه في هالسنة اللي رعاك حيكمل معك وستعمال الحكيم بيقلنا عشر إشياء بسفر الأمثال ثلاثة من واحد لخمسة وثلاثين بيقول لك لا تدع الحب والأمانة يتركانك تمسك فيهم هيدول باللسنة الجديدة ثق بالرب بقلبك قال في كل طرقك أعرفه توقل على الرب من كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك بهالسنة الجديدة قال له يا رب أنا ما بدي أكون حكيم بعيني نفسي بدي أتكل عليك أنت تكون بتقول لي لأنا غلطت أخذت قرارات غلط إذا أنت بمشيت بطريق غلط الله بيسمح لك أنه تعمل دميتور بالفرنسوي أو برمي ترجع تصلح أو هو بيقول إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير هو كمان بيقول شو الأكرم الرب من باكرات غلاتك بارك الرب وأكرمه بتشوفه كيف أحسن إليك وصد كل أعوازك طرق الله لسد الاحتياجات هي عن طريق العطاء مش الأخذ قالوا يا رب أعطيني الرب قال لأ أنت أعطي أعطوا تعطوا كايلا جيدا ملبدا مهزوزا يعطي الناس في أحضانكم أمين بيقول بعدد تسعة وعشرة من أمثال إصحاح التالت هذا فيه واحدة وثلاثين إصحاح إذا كل يوم تقرأ واحد بيكون كتير منيح مشان تتعلم من حكمة الله كل يوم بيومه حسب إذا اليوم واحد بالشهر ري وعد اتنين ري إصحاح التالي تلاتين ري إصحاح التلاتين وواحدة وثلاثين كذلك بيقول أكرم الرب من مالك ومن كل باكرات غلاتك فتمتلئ خذائنك وشبعا وتفيد معاصرك مصطارا أمين ما تحتقر تأديب الرب بيقولك يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله أمين يعني وساء أنه الله إذا أدبك أدبك وسمح بتأديبك ولأنه بحبك مش عالفشة خلق بحاث عن الحكمة بكل نشاط تقول أنا بدي أقرأ بدي أتعمق بكلمة الرب بدي غوز فيها ما تخاف أبدا أنه الرب معك مثل ما قلتلك ما تمنع الخير عن لي بحاجة إله وباستطاعتك تساعدهم ما تخطط شر لقريبك حب قريبك نفسك وما تحصد رجل غضوب ولا تشتهي أنه تكون في طرقه إذا بتقلي أنا صراحة عجبني هالكلمات وبدأ أعمل بداية جديدة أنا خانوني مثل ما خانون للنبي داود ولكن الرب قادر يشيل عنك كل هالحزن اللي أنت مشتاعد فيه ويعطيك بداية جديدة صلي معي قل له إليه قل له يا رب رحمني وخلصني باسم المسيح أغفور كل خطايا يعطينا حياة أبادية بشكرك لأنك استجاب آمين إذا أنت مريض رفع إيديك يا رب نعلن لمس تشفى على الجميع نروح الكدس تلمس الجميع وتشفي كل الأمراض مهما كانت مستعصة يا رب أكانت حبل للي أبدون أها حبل وعندون عقدة بالحبل نتنبى لك وقفة دماء ودموها أنت اللي عندك حقدي الرب شفاك يا حتحبلي قريبا يا رب أن كان أمراض كهرباء بالرأس صرع في ناس توقع بالنقطة الرب عمش فيها الآن باسم يسوع أكان طنين بالأذان شفاء باسم المسيح والطرش أولاد الرب عم بيطلق السنتة الآن ما كانت تحكي عم تحكي هلأ شفاء على الجميع باسم يسوع قال له بشكك لأنك شفايتني بجروحك مجدك علينا وعلى أولادنا ونسائنا يرى على كل شركاتنا يرى باسم المسيح نعطيك المجد لأنك رفعتنا إلى ملانية أعلى على كل الصعود الروحية الجسدية المادية وإنت حولت ثروات الأشرار للأبرار وعوضت كل ضرر باسم المسيح والجميع قال آمين ولمعي آمين آمين هلأ كل من العمين بديك تتوقف معي مع بريك أعلاني بريك صغير هالقدي ومنرجع خليكم معنا ما تغيروا المحطة من فضلكم أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا فيك إلى القسم الثاني من برنامج أيات وعجائب إذا بتقللي خانوني خانني صديقي أكتر شخص بحبه خانني زوجة خانني مرت خانتني خطيبة صديقي صديقتي بدي لك سامح الكل وحط عينيك على الرب والرب يعود الكل معنا اتصال من الأخت كريمة بدأت خبرنا شو الرب عمل معها وكيف الرب لمسا أخت كريمة كيفك أهلينا أبونا سلام المسيح معي كمان شو أخبارك كيفك أنا أشكر الرب يسوع أبونا خبريني باختصار من فضلك شو الرب عمل معك وكيف الرب شفاك أه أشكر الرب أنا كنت عباني كتير وفعلا أنا رحت على المستشفى وعملوا لي تحاليل وخبرني الدكتور بأنه عندي مرض بالكبد والمرض خطير والعملية رح تكون صعبة طبعا أنا قلت له وقلت له أنت تقول بس الرب ما رحل المهم جيت على البيت وبعد فترة خبروني قالوا لي تجي تعمل لتحليل تانية مشان ننقرر على العملية وممنوع أخذ حبوب حتى حب وجه على الراس ممنوع وفعلا رحت تعطوني النتيجة الأخيرة ولا يطلع التحليل نصدمت هي البروفيسورة قالتلي أنا ما بعرف شو بدي خبرك يعني أقلك 99 والاقلك 100 بالمية قالت أنت انشفاتي هاليلويا هاليلويا يتمجد اسم الرب آمين قالتلي كيف يعني قالتلي كيف هي انشفاتي أختي الله أنا مؤمن يعني أنا بقام من الرب يسوع أنه هو طبيب الأعظم آمين ولي حط لي كبات هو يقدر يشفيه آمين قالتلي على أنه مشان ما يتعوق الزابين عارفتني مرتين على التصوير خبروني ورحت وفعلا البروفيسور قال لي كأنه شخص مسح مسح مش فيه تماما وعم يشتغل 100 بالمية هاليلويا تتذكر أخت كريما لمن أنت حكيتيني شو قلتلك أنا بقى لما خبروني بالتحليل ما في غير أبونا أقصوا فيه وتصرر فعلا أبونا رب رب قالني باركك عندك إيمان ورب عم يستهدف أخدمك أكتر نشكر الله عن نعمته مش هيدا قلتلي خلاص أنت مش فيه ورح تروح على الدكتور ورح يقول كي مش فيه وفعلا الراب الثاني أمين ورحت هو قال لي بالسويدي أنه هاي مراكل هاي معجزة سايرا معه أمين لأنه شخص مسح أمين لأن أنا بتذكر لما أنا عم صليلك حسيت ما في شي قالتلك ما في شي يا أخت كريمة والراب استجاب وثبت الكلمة أمين أمين قبل ما أروح على الموعد أبونا بيومين فعلا شكت يسوع يعني شكته نور وقوي وحتى طلعت منه قلت له إذا أنت خليني أشوفك وفعلا حسيت كهربة ضرب جسمي كله وإنه دونش فتحيك علي وشال وقته تم الشفاء الكامل أمين فعلا رجل طبيبه قال لي فعلا مش فيه وعم يشتغل مية بالمية أمين أشكر الراب وأشكرك أبونا أبدا أخبره كمان اختبار أقوى يلا تفضلي تتذكر اتصلت فيك وقتلك فيه طفل عمره ستعى اسمه جابرييل مظبوط مظبوط وصل الله يناله وانتهلنا عنه وانتهلنا عنه روح الموت مظبوط وكان معه كانسر ولا المخ وفعلا يعني خطير خطير نعم ونشكر الراب يسوع أبونا الشفاء والعالم كلا صدقني رب يسوع رب يسوع وإيمانك يا أبونا ما في غير رب يسوع وحده بس بس ونحنا عم نتفق والمسحة عم تعمل المسحة تحطم كل قيد خبريني شي أنا صليت للمجموعة تبعيتك اللي بيجتمعوا معي شو خبروك بس صليت لهم كمان فعلا واحدة منهم اللي صليت مشان ابنة فعلا رب تجرب أمين هاللويا وصديقتي التانية فعلا كان عندك واجع بالركب صار هلا تركع على ركبه وصالي هاللويا 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 بس خليني كيف حسوا بس صليت لهم خبريني لمن واحدة فعلا جسمه كان يرتعش راعش قالت لي حسيته كأنه قهربة ضرب الجسمي كان ترجف أمين هيدا روح الكدس هيدا روح الكدس قالت الله هيدا روح الكدس هاي قالت لي شدون يعني قالت فعلا لما صلى لي قالت جسمي يرتعش أمين 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 طيب خبريني شو بعض تخبرين أشي خبرية حلوة بدي خبرك أبونا رب يسوع يستخدمك أكثر وأكثر وأنت فعلا رب عافظ بركة لكلتنا وفعلا يتمدد رب من خلال صلاتك هيدا كله بنعمته يا أخ كريمة كله بنعمته صدقني حتى أولادي يشكروا الرب عليك يقولون فعلا ماما لما هو يصلي الرب عم يستجيب لأنه عم نصلي بسلطان الرب يسوع المسيح وبإسم يسوع نحنا تعلمنا كيف نصلي قالوا له التلميس علمنا ونحنا عم بعلمنا وعم نصلي بإسم يسوع ونتهر إبليس المعوق وعم نكسر عن العالم روح الموت والرب عم يستجيب عمين 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 بس بدي يقول هالكلمتين رب نوري وخلاصي من من أخف الرب وحسنه حياتي من من أفتع لا مرض ولا عمين أي شي يقدر علينا وما نحن بين أيجين عمين بدي صلي لك صلة أسيري معنا كمان إتصال ما بدنا تطرون حتي يديك عراسي يا رب منصلي للأخت كريمة منكسر عنك اللعنات منعلوم بركات عليها على جوزة على ولادها الاتنين وبنتها باسم المسيح وعلى كل المجموعة اللي بتجتمع معها ومنشكر لأنك شفيت لهذا الصبي جابرييل عمره تسع سنين ومنشكر لأنك شفيت إله كمان ومنعلوم إنه هيد المرض لا يعود وشفاء تام 120 سنة المجد له وحده ما حدا بيستحق المجد غيره شكرا على تسالك أخت كريمة وشكرا على شيدة جميلة رب معك أبونا سلامة للعائلة رب معك رب معك معنا نور مرته لأخ في راس أخت نور كيفك نعم أهلا وسهلا كيفك أنا مبسطت كثير شفتك بالعراق ومبسطت كثير أنه طلعت بالكنيسة ما كنا بدي كتشهدي سامحيني جبرتك ألزمتك إذا بدك قلتلك تتشهدي بس حبيب هيدا شي يطلع على التلفزيون خبريني شو رب عمل مع أختك بليز كانت بشهر التامن حامل حامل بشهر التامن قالوا لها قصم صفلة ميتة لأمدت تتحرك لنه ممتوقف بحاضرات موصل بطلات صفلة نصلي لها صلينا لها ودجينا لك رسالة وانت تنبأت لأن القفلة كله وولادة سهلة تكون وبنت عراحة ورا كميوم للدكتور والقفلة عادي تحرك يعني القفلة تحركت وهمت والدكتور المينة لا تحرك عمين هامين هامين امين رجعت من الحياة تحرك وهلأ قد عمر ما سامو البيبي. ما سموها؟ ما سمعت؟ أنا ديلا. أنا ديلا. يعني لنخصنا المشاهدين انت عم توفقه لان في كتير ما بيفهموا ايه من اللهجة العراقية انه الولد كان ما بقعا بينما ما في ما فيه نبض ولكن رجع الرب جاب النبض ورجع الرب كمان عايش الولد صار عمرها صار عمرها البنت سنة لحو كل المجس. أمين؟ نشكري يا سعني اننا استجاب الطالات ونشكركم. أمين أمين بدأ ياريت كان فينا نحكي مع أختيك بس ما قدرنا بس ياريت أختيك بتكتب لنا ايها بتخبرنا شو صار بننبسط بهذا الشي. أنا بدأ سررت كثير شفتك وشفت شفت جاوزك اللي تعب معي أخدني وجابني واهتم فيي. سلامات إليك وإلوك ولكل العيلة ربي باركن وبصررنا بهالشهادة. شكرا على الاتصال. شكرا على الاتصال ربي باركن. ما انا اتصال ألو؟ ألو هنا. أهلا يا أخد صحر. كيفك؟ حمد الله انت كيفك؟ نحن نحن أنا محافظة نوفل بحشيقة نزحنا على محافظة الدهوك وهلأ هجتنا على محافظة الدهوك من وغير الأوضاع. اه وأنا المنديد على محافظة الأربية لأنا سمنيت تيجي على محافظة الدهوك. بس أنا ما باعري أنا أنا قلت وين جايك؟ أنت أدي بعيدك أنت عن عن عين كاوا؟ بيت اه بيت احنا محافظة الدهوك من غير محافظة. احنا والله حلالة محافظة الدهوك. انا شاء الله راب يرتب ومنجي ومنشوفك ان الله راد باسم يسوع. محافظة الدهوك يعني مو قربي. اختي اه أه إسمي هانا شافتك محافظة الدهوك. هي بغير محافظة. جد هلأ عدنا جد اه زيارة عدنا على إيلة كرمو زيارة عدنا. اه أنا فرحت. اه أنا أتمنيت أنا اشوفه. حتى أختي اسمي هانا حلت بيك وشافتك. بانحلم حسنًا لديتنا في الموتر حسنًا، ماذا لديك صلي له يا سحر؟ صلي له الأمان والسلام والصحة والأختي إلهام لديها ضرب صعبة وصلي له كل عائلتي أنه الله يجي للموضع وكل شيء عني حق الأمانيهم وأتمنى الخير لكل الناس أتمنى يكونوا كلنا يجعلوا على بيتنا ويكونوا فرحانينه وفاعدين كل اللي يعني زهد العوضاع هاي ويجعلون كلنا اللي يجعلوا بيوتنا كل شيء تركناها بيوتنا تريدنا كل شيء كل شيء الرب يعود لي أنت خلي عينيكي عن يسوع وزأك كنا عاديم بالخيم كنا عاديم بالخيمي شان يجي علينا ماء هلأ عطوناك رابانات نشكر راب عطوناك رابانات نشكر الله وأنا كنت عم بذكر هالشيء أنه غريب ما شفت حدا من كل هالقاعدين بهالمخيمات عم يتزمر وسأي أنه الرب متما كنت عم بوعظ بالكنيسة أنه حيعود الكل متل ما داود سابوله نسوانه وولاده ورشق عوض الكل ومع غنيمة أكبر والرب سيعود لكم أضعاف أضعاف لمجده باسم يسوع نشكر 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 غادا أهلا وسهلا تفضلي يا أبونا راسي جاني معي شقيقة معيك شقيقة حطي يديك عراسك يا غادا شكرا كل ما أحضرت أحضر طيب يلا يا رب باسم يسوع عم ننتهر عنا كل ألام براسك باسم يسوع كل شقيقة تذهب الآن شفاء بجرحات المسيح آمين 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 أبونا لحظة لحظة مفضلك كيف حسي راسي كيف حسي كويسي 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 الحمد لله حسيت كمين بفرق يعني بص الله ينالك أحسن 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 أمين 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 أبونا في المولاد أنا عروف صالي كم شهد مبروك مبروك وإن شاء الله بتتهني أبونا مرة حضرته للبرنامج وطلبت هيك صالي نصيب صالي نصيب ها أنت طلبت أنه نصلي لك تحصلي على عريس أيوة ها أوكي أمين أمين وبعد قديم مما طلبت تعرفت عليك كيف تعرفت عليك بكلمتين نصيب والله مثل أصدقاء ها أوكي أوكي نشكر الله نشكر الله يلا إن شاء الله بتتهنوا ومنصلي رب يعطيكم أولاد بالوقت اللي أنتو بتكون ياه وبأسرع ما يكون كمان شكرا على اتصالي شكرا على الاتصال ما أنا أتصال آخر قالوا أخي تفايزة أخي تفايزة أخي تفايزة أخي تفايزة أخي تفايزة تفايزة نعم أبونا نعم كيف تكون الحمد الله تفضلي أبونا أحبيت أطبق صلاة تفضلي لأي موضوع نحن نحن في ثلاثة إخوات تأمدنا مشكلة في الزواج أمين أمين نكسر كل معوقات باسم يسوع ونعلن بركة المسيح عليكم نتنبه زواج سريع باسم المسيح نتنبه أنه سنة جاي ثلاثة تكون عارفين من الشخص اللي بتكون تتجوزوا باسم يسوع وبعلاقة جدية أمين أمين خبريني يا فايزة كيف اختبرت المسيح مخلص؟ كنت معريضة في الحقيقة آآ أوكي كنت معريضة وزهدت وإن كان يستوصل وعلم وما شوفيت وهيك أمنت كيف؟ يعني أنك انت مريضة وصلولك صحيتي أمنت بالمسيح؟ نعم أديك مؤمنة كم سنة بقالك مؤمنة؟ أه أربعة عشر سنة أربعة عشر؟ أنت بطلة أربعة عشر أربعة عشر أربعة عشر واشتري قطعة تتيب للعرس من هلأ كعمل إيمان مش سحر ويلا ونحن ناطرين العزيمة شكرا شكرا لك أخت فايزة رب معك ما أنا اتصال ألو ألو مرحبا أبونا أهلا أم صفاء تفضلي أبونا ابني صفاء أذانه ما يسمع بيهم أذانه ثقيق شمعه يعني ما يسمع بيهم أدي عمره أدي عمره أدي عمره أمره أسنين وثلاثين سنة أبونا هو بقربك شي نعم نعم هو شوية قريب عليه طيب حتى إيديك على دينته حتى إيديك ساعة هيك ساعة هيك لا نعم قطي التليفون به شو اسمه صفاء يا رب ننتهر عن صفاء روح ننتهر عن صفاء روح الطرش باسم يسوع ونعلن شفاء المسيح علينا أمور أذانه أن تفتح الآن افتها باسم المسيح كل أروح معاندة وراء وراء تزول ونطلق لسانه تمام يا رب وشفاءك التام عليه ومنشكك لأنك استجاب بسجرحات المسيح آمين آمين شكرا على تسالك شكرا على تسالك معانا الأخت نوال من لبنان أهلا وسهلا يا أخت نوال نوال من لبنان بطي بطي وطي تلفزيون على آخر تفضل آه رح وطت تفضل شو عندك أخت نوال وطي على آخر مروان آه وطي على آخر 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 وطي مساء الخير أبونا مساء النور كيفك نشكر الله أنت كيف صلاة المسيح يؤمن بالمسيح ومهالأعياد الحلوية أبونا أمين شكرا شكرا الله يخلينا إياكم وهالبرنامجي لكتير كتير مفصوطة في أنا الله يباركي خلينا إياكي أخت نوال لاي الله يخليكم أنت ومصالاتكم الله عم يشفي وقالنا مع المسيح المسيح هو أبونا أمين وقال ابنا بطهب منك أبونا صلي لأبني بروان أمين صحته مني حبس إيده بعد شوية مش زيادة أمين كل يوم تنبق لي له بشكرك لأنه صحيت إيده خليك معي لخبرك هالاختبار هلأ شفته ونحنتلفلها بحلقة مقبلة وناخدها معنا أمرأة مصابة بالفالج قالت لي أنا عم بحضرك على التلفزيون قلت لي يا رب إذا أنت فيك تشفينا شوي لإيدة لإيدة بلاش تتحرك بعدين قلت لي يا رب شفي لإجري بعدين لإيدة حالة بلاش تأمشي وإجيت على الكنيسة وشهدت قدام الكنيسة وهيدا محطوط على اليوتيوب المسيح الواحد اللي شفيها فاللي شفيها من هيدا اللي شفيها من هيدا الفالج العالم بقوله فالج ما تعالج ولكن المسيح اللي شفيها من هيدا الفالج هو شفيه لأمروان بجروحاته بجروحاته أمين؟ يا رب يا رب صلاة المسيح أمين ونحن منحب كل أخوتنا دروز وبركة عليهم جميعا وبركة عليك وعماروان ونحن مسرورين على متابعتك إلنا أنا عطول بقامن كنت يعني بالمدرسة بقامن بالمسيح وفوت على الكنيسة وبصلي والحمد لله مقامن إيمان كبير رب يباركك والرب حكفي لك إيمانك كفي لك إيمانك وبجروحات المسيح شفاء لأمروان شفاء تام أمين؟ شكرا على التصالك شكرا على التصالك كل من يبدو يتصل فينا يتصل على بالإيمان أو بالتليفون على اياتاتساتسفن دوك كوم أو اياتاتساتسفن دوك كوم أو على المسيج اللي عم بيطلع على رقم التليفون كله بيوصل قدامي والفيسبوك إلي كرم هلا هون عم بيجيني الأخ المبارك إلي كرم الرجاء الصلاة من أجل السفر لعائلتي إلى أستراليا نحن عائلة سورية تعيش في في كردستان كلاجئين أنا وزوجتي وأربعة أولاد وبانتصار أن يتصلوا بنا أمين منصلي لكم إذا ما شئت الرب أنكم تروحوا فليكن إذا ما شئتوا أنه تبقوا رب يعطيكم نعمة باسم المسيح منصلي كمان لأدياء بكردستان بركة المسيح عليه منصلي لكل عالم اللي تلعينا فيها وصلينا لها مجدوا عليهم جميعا نيرا تلعيت بأسيس صديقه لأسيس غسان يوسف اللي بدي أقول لك شي اللي أنا كنت أحضرك استهزئ وشو هيدا صلاة أصيرة عم تشفيك وقلت لها لعائلتي شو هيدا كلما طلع واحد شب حلاوة هيك بيعجبكم يقول له ساعة أسمع ساعة أسمع فنشكر الله قال لي مرة أنا قلت بدي جربك بدي جرب الراب قلت له يا رب إذا هيدا مضبوط لعم بيعمله وإذا هيدا الشي حقيقي استجب لي أنا قال لي حطيت إيدي على راسي وإنتي صليت وبس صليت بلش يسمي يرجف وصار كل حرارة وقال لي أنا بتلب منك السماح قلت له خبره خبره لأسيس غسان وعزمنا من يجي عنده وإن شاء الله الراب يراتي بفرصة كمان أنه هو نحكي معه كمان وناخد اختباره على التليفون وهيدا أسيس رجل دين يعني كان ما كثير متشجع أسيس غسان قال غسان يوسيق قال نحنا كنا نصلي نشد إنه مفكرة بدنا نشد وهيك تحت الراب الإنسان يشفى قال بس قد ما شفت ناس الراب لمسهم بهالصالوات الأصيرة إجهوا من كل مكان قالوا للراب لمسنة ساعتها أنه تغير شوي هي القصة أصلا لا بقي لي كرم ولا بحدها ولا بالقوة ولا بالقدرة بل بيروح يقرر بالجنود هي باسم يسوع طبعا في نوع المسيح قال عنه ليشفى إنسان في بعض الأنواع قال لا يخرج إلا بالصلاة والصعون أمين بس مش كدروري كل مرة بدنا نعمل نفس القصة نشد لأن هي مش مننا معنى اتصال قالوا أهلا وسهلا سلام المسيح ومعاك يا أخت خزامة أنا من السويد عم بحكي يا أهلا وسهلا أو الله يسلام آيا منطق بالسويد آيا منطق بالسويد من نور شوبينج نور شوبينج أنا كل الشوبينج بسويد زي يرون نور شوبينج لين شوبينج فلين قد ما بدك أني 회 أولا مرة لتعينة لا لأنا جديد نتقلت لنور شوبينج كنت في يوتوبوري. ها يوتوبوري عند الأسيس فؤاد صاحبنا فؤاد رشو. نعم. ايوه فؤاد رشو بالضبط ايوه. الخينا خادم الرب دكتور فؤاد صاحبنا. هل ليه؟ انا بعرفه بعرفه. التقيت فيه. ابونا ارجو تلبط صلاة لاختي بسوريا. اي شو بها؟ مريضة كتير. مريضة كتير عندها شقيقة هضمية وعندها مشاكل بالعمود الفقري والعمود الرقبي. وعندها مشاكل بالكولون وبالأمعار. شو اسمه؟ شاميرام. شاميرام تومة. اه شاميرام تومة. انا بعرف شاميرام تومة بلندن. اها. لا هي بسوريا. استمع. اختلل اخت نادية تومة. اوكي. طيب من صليلة ومنعلوم شفاء المسيح عليها. وبركات عليك وعلى كل اخوتنا السورية والكنيسة بسوريا. اه. اه. وسلام لسوريا باسم يسوع. على كل سوريا. على كل لبنان. على كل اسرائيل. وعلى كل الفلسطينية. على كل الأردن. على كل أمتنا. وعلى كل ما يصل البث باسم يسوع. كل مشاهدينا. امين. وبركة لكل إنسان كبير أو صغير. امين. بس انت إنسان رائع كتير. صار لي عشر سنوات عم بحضرك. واو. دائما. وكم مرة تصلت فينا بالعشر سنوات؟ انا بنعمت وانا. وبدون نعمت ونحن ماشي. كم مرة تصلت فينا؟ صار ثلاث مرات. صار ثلاث مرات. لأن لما كنت بيوتوبوريا ما كان عندي تلفون محمول ما كان فيني أبطل. بيش خبريني؟ الراب عمل معك شي بالعشر سنين؟ انه شو عمل معك شي بمعجزات اه او استجاب لك صلاة من خلال المتابعة هذا البرنامج؟ نعم نعم كان عندي كمان كتير مشاكل بالعمود الفقري والرقبي والتشنجات. كتير أحيانا كنت عم بركع لما تصلي لكل المرادة وبتقول حطوا إيداكن على مكان المراد. نعم. وعم نصلي لكون. فأنا كنت أركع عند التفيل لأن زوجي ما كان يخليني أبطل من الهاتف الأرضي معك. كنت أركع وأبكي وأقول أمين وهاليلويا يا عبونا أمين وهاليلويا وفعلاً كثير كثير خفيت من حتى الشنجات والانقراسات وألام العمود الرقبي والفقري هاليلويا كثير خفيت هاليلويا 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 طيب ليه جلزك ما كان يخليكي ليه ما كان يخليكي يقول لي بدا تجي الفاتورة كثير لأن كان شوي كان بخيل كثير كان هلأ شو صار هلأ والله تركته يا عبونا أجيت انتقلت لنور شوبين كان يضربني ويعزبني لا لا ويشتمني شتائم كثير كثير يعني شتائم أي إنسان مسيحي ما بيذكره ولا بيقوله أي إنسان مسيحي ما بيذكره لازم تروح كنيسة ويعملوا لك كونسلينج ويحكوا معك بهذا الموضوع والرب يتدخل باسمي سوء الرب يتدخل بس الله ما رايت بالزواج معاقبة الإنسان الله صنع الزواج لإسعاد الإنسان مش لعقاب أكيد 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 أمين وهاليلويا أمين طيب نحن حنصلي لأختك شاميرام ومارس كثير على اتصالك وربي بركك أخت لين دا أنت على الهوى تفضلي ألو إيه تفضلي أخت لين دا أنا مسيح معك ومعك كمان أنا اللي كنت اتصلت بيك قبل الأسبوع اللي فات أيوة أيوة وكمان طلبت صلاة من أجل أختي أنا كان قفزي علاقة يعني مش قفزي بها أنه أنا لم كي تجوز أوكي أنا مرانيش عايشة مع أختي أه مش عايشة مع أختك أختي هذه الصغيرة أوكي أوكي ألتي لي مشين أنا بتذكر ألتي لي لحتى ترجع تصلح العلاقة لأنه أنت هي مثل بنتك ألتي لي أنت مربيتيا أنا بعد نتذكر الموضوع أنا بعد ما تجوزت ما فيني أخذها معي خلين أوكي يعني أنت بتعرف لما بتتجوز المرأة أه ما في أخذها معي أكيد أنا كتير عم تبكي علي كتير خليك معي ما فيه طويل كتير خليني معي أنا نفسي كتير سيء أختلين دا أختلين دا فهمت الموضوع حتي إيدك عراسيك خليين صليلك عم المعروف أنا فهمت الموضوع وعلى فكرة أنا 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 عم أمن بالمسيح من سنتين أمنت بالمسيح من سنتين خبريني كيف من سنتين عن طريقة قناة الحياة آه أو كي ما حدث معك؟ خبريني قناة الحياة لو كنت wiped out from any train up ما حدث معكимо خلال أخذ مجادي أو كيف ما حدث معك؟ خلال برنامج تباية سوء الجريء أيضا خلال قناة الحياة هنا المحطة أصحابنا يبركم أمين أمين طيب وشو عمل تغيير بحياتك المسيح؟ يعني في شوية تخييرات مو متل ما كنت. وانت صرت اكيدة انه لك حياة ابادية بعد الموت انه مية مية لك حياة ابادية. طبعا طبعا. طيب. كتير منيح. بس في لسه في عندي تخوف ويعني لسهتني. بعدك مؤمنة حتي ايدك عراسك خلييني صليلك بسرعة. طيب حتي ايدك عراسك خلييني صليلك. يا رب منصلي لاختلين دا انه انت تشفيه الان نار روح الكدس سلموسه وتزيل كل مخاوفه وتشفيه من القرحة وتصلح على اتهي واختها وتزرتب الامور كمان اختها صغيرة مجدك عليهم يورا وثبتها بالايمان وبارك كل بتحبهم وتفكر فيهم. نشكرك لنا كستجاب كل صلواتنا وعطيتنا اكثر جدا ما نطلب او نفتكر باسم المسيح. مجدك علينا يورا. امين. امين. بسرعة كتير بسرعة كتير ما بقى فيه يطول بدي اطلع بريك. خبريني كيف حسيت هلا بس الله يتلين. من شو ما سمعت؟ طيب اوك اوك شكرا على الاتصال صار وقت انه اطلع بريك علينا. بريك علينا صغير جدا بريك علينا ونرجع ونتابع خليكم معنا ما تغيروا لمحطة. من فضلكم. موسيقى اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك الى القسم الثالث والاخير اللي عم بحكيك فيه انه عندما يخونك صديقك او عندما يخونك صديقك او صديقتي اه البدي لك يخلي عينيك على الرب. كل العالم تمرق بمرحلة تخيانة ولكن الرب بيشفينا اذا احنا تمسكنا فيه. اه ما زلنا عم ناخد الاتصالات هلأ والشهادات اللي بدوا يشهاد بشي الرب عملوا معو على ايات اتسات سفن دوت كوم او ايلي كرم كتاب ايميل هلأ وصل لي هون فيتو على ايلي كرم دوت كوم بيقلي اه ليندا بتقلي بسلام المسيح معاك انا اطلب صلاة لشفاعي انا مريدة بتحلل الدم منذ 8 سنوات ليندا من العراق نعلن شفاعي المسيح عليك كما منصلي لكل اللي طلبوا منها صلاة اه بيت فرانسيس اه مونة ومريم ومارفن فرانسيس وكل العائلة بركات عليهم يعمل لي هو انا دفعت 3000 دولار تحت جيت حضرتك بالعراق فنشكر الله قلت لقول الرب حيكرم ايمانك على هيدا شي ربي بركن اه تصور في ناس كانت قريبة ساعة ما اجيت هيدا دفع اجي من بغداد دفعت 3000 دولار لاجي حضر الاجتماعات هون الرجاء لا تذكر اسمي اريد صلاة مشان ارجع الى زوجي نحن الان منفصلين وهو لا يريد العودة مع انه عنا ولد وانا اريد العودة وحاولت معه بكل الطرق ولمدة طويلة وهو لا يريد رجاء صلي لي حتى ارجع له باسرع وقت وينعم علينا الله باطفال ليكون لنا اخوة واخوات ارجو صلي لي كي ارجع لزوجي وتكون عائلة مسيحية اكثر من سنة وانا احاول اوكي ما حقول الاسم ولا حقول شي بنكسر كل عناد طلاق عنكم باسم يسوع اذا انت بدك ترجعي له في شغلتين اللي بتعمل المشاكل بالزواج قال المرأة اللي من لا تخضع لتعند مش يعنيتها يضربها وتخضع له لا ما عم بحكيك بس انه عدم العناد الخضوع قال انت خضعي له بالاول هو مطلوب منه انه يحبك كما حب المسيح الكنيسة مش مهم مين معه حق شو النفع انت كرجل اذا قلت لك اوكي معك حق وفتت نمت جيعان فانت علي ما طلع لك شي قال ولكن اذا قلت لك سوري ممكن انت معك حق سامحيني ولك لو بوصل لاجرايا ولو غسلت لاجرايا شو المشكلة من احنا واحد صرنا جسد واحد لانه ما جمعه الله لا يفرقه انسان انت بتقرر ان انا باسم يسوع بنعمة الرب انا بدي كون زواجي ناجح بدي حب مرتي متل ما بحب حالي واكتر من حالي وبيدي حب ولادي حب جاوزك اكتر من ولادك ولادك حيروحه جاوزك والباقي معك فحبيه والرب بغير الوضع وابليس عم بحارب العيال فبنجي ضد هالهجمات ونعلن شفاء المسيح للعائلات باسم يسوع مانا جورج اهلا يا اخ جورج مانا جورج اهلا اخ جورج تفضل مين معي معك الاسيس الي كرام انت على الهوات تفضل اه ابونا الياه كرام الرب يباركك انا عم بتصل من نمسا كرميل مرت خيه من بعد مرتهم خيه قبل التات سنين صار عندها مرض الضغط واجراء ما فيها تمشي اه بتبنيه لك تصليله اوكي اه عم تحكيني من النمسا اوكي شو اسمه؟ نعم شو اسمه؟ اسمه جانات جانات نعلن شفاء المسيح عليها ومن انتهر عنك نروح ضعف ومنعلن شفاء وتمشي وتركض كمان باسم يسوع ان شاء الله تكون لقيك بالنمسا عن قريب يا رب بيساعدنا وجودك على التلفزيون عم نلاحق الحلقة انا كنت بالنمسا مش من زمان بس ما شفناك انت من اي بلد اساسا جورج؟ انا من لبنان انا سرياني سرياني على راسي المهم نكون مسيحي اهم من سرياني طبعا مسيحي قبن عن جد لا 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 المهم انا مختبره مسيحي اختبار شخصي انا كنت كمان قبن عن جد مسيحي اسمي ولكن انا تعرفت عليه للمسيح لما كان عمري 19 سنة جيته خاطئ مغروم منكسر القلب قالت له خلصني رحمني خفور خطياي والرب خلصني واختبرته يعني بدك تختبره شكرا الله شكرا الله انا كمان خلصني كتير بس انا متلفل هالتلفون كرميل ما تخيل حتى الله يا ربي يشفيه وانت دعاك لاله يا رب احنا عم نصلي لهي بصلاتنا باسم يسوع وبنعلنها مشفية بجوحة بيك اللي عم تتفرج عليك على كالفزيون طبعا وبنعلنها مشفية إلا تبلش تحرك إجرية باسم يسوع إلا تبلش تحرك إجرية خلينا ايك ما بدي يطول عليك لحتى افتح المكان لانات شكرا شكرا على اتصالك رب معك شكرا الله يا رب معك شكرا معنا اتصال من الجزائر أهلا اخت واردة أهلا وسهلا عالين أبونا كيفك؟ الحمد الله الحمد الله أبونا بدي تصليني شو الموضوع؟ أبونا بدي تصليني على عائلتي وأخوه وبيدي تصليني على الأوراق التي دائما أتصل لك بي تصليني طيب حنصلي يا واردة اوكي؟ أخذنا علم أقولي لي سيضعوني الحبارة genetics لأن الأوراق مرت في المحكمة أمين أمين ليتكم مشيرتوا بهذا الموضوع مجدو عليكم يرى ويعتيكم سأل قلبكن ويبارك عائلتك كمان أمين يا واردة؟ أمين أبونا بدي تصليني دائما يا أبونا نحن دائماً نتصل بكل اللي بي تصلي لكل اللي بي تصلوا فينا، صدقيني نعتبرهم عيلتنا ومنضل نصلي لهم، أوكي؟ شكراً، الله يجدك حتى اللي بي تصلوا فينا برات الهواء بيوصلوا ومنضل نصلي لهم، أمين؟ شكراً على الاتصال، رب معك ما أنا اتصال، ألو؟ عماد دبور معك دكتور عماد دبور يا عمي، شو هالامتياز؟ من أين لي؟ أنا مبسوط بهالحلقة، وخاصةً إنها بتلمس، مش الروح بس، مش القلب بس، بتلمس علاقات ونس محتاجين لهيك برامج، شكراً يا أسيس إيلي، شكراً يا دكتور يا دكتور عماد أنا خجلين منك ومن اتصالك، يعني قديش أنا بجرب أتصل فيك، ما بترد مني حتى صلت فينا؟ ربي باركك، ربي باركك، أنا مبسوط بهالحلقة بصفة خاصة، وشكراً على زيارتك للعراق، هايدي، بحب أشكرك، زيارة العراق، هي كانت ضرورة في هالوقت اللي مسيحيين بالشرق، بيعانوا كثير جداً يا أسيس، مش قلب كثير بس يا دكتور، أنت بتعرف الكنيسة إلى ألفين سنة بهذا الشرق، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، أمين يعني قد ما يضيقوها، كثيراً ما دا يكوني ليكل إسرائيل، كثيراً ما دا يكوني منذ شبابي، لكنهم لم يقدروا علي دكتور، مرة أنت صار معك اختبار، اللي مرة كنا عم نختلف على شغلة وعم نحضر برنامجك، وأنت أعتينا الجواب، خبرني إياها شوي يعني أنا كنت زمان بضحك لما بشوفك ناس بيقولوا صلي معي على التلفزيون، والله يعمل شفاء، لكن الرب أكبر كثيراً من أفكارنا وقدراتنا أن الله يعمل بأشكال كثيرة، والرب يشفي، وأنا شفت شهادات كثيرة جداً جداً وأنا واحد منهم خبرنا شو الرب عمل معك، خبرنا شو الرب عمل معك، تتذكر؟ يعني من سنوات كان معي هيك مرض على الأذن، وكان معي طنين، وكان وعظ يحكي أنه الله بيشفي، أنا مصدقت لك أن الرب يلمس بالإيمان فأنا قلت أنا مريد مريد، خليني أصلي، فصليت الكلام مع التلفزيون، والرب شفاني يعني أمين، 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 هاللويا، بس في مرة أنت خبرتني أنا كنت أعطيت كلام، قلت اللي جينا نحنا وقبلنا التلفزيون كأننا مختلفين على موضوع أنت، 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 بحكيها على هالموضوع قل لي، شو هي هاي، ذكرني فيها؟ أنت بتحرشني في موضوع خاصة لا لا، ما تقولها، ما تقولها، يعني قولها، أنت خبير الوضوع بالذات، موضوع الشفاء الدم، ونحنا بنشاهدك طيب، أوكي، أنا مسرور كتير دكتور عماد دبور أنه أنت اتصلت فينا سلام لزوجتك، ولبنتك وابنك، ومنتأمل نصديفك معنا بالبرنامج أهلا وسهلا، قريبا إن شاء الله، وقريبا أنت في ممنوع يا خي، إن شاء الله الرب يردتي، بس بدي أقول لك، نحنا ما عنا شي ممنوع بإسم يسوع نحنا، نحنا وإياك واحد، الرب يباركك ورب يبارك تونس رب يباركك يا أسيس، وأنا متجرف بصداقتي معك وأنا بحبك برشة طيارة، شكرا برشة برشة، يلا السلام برشة برشة، الرب معك، باي ما أنا اتصال من الأخ ميشيل؟ عندي مشكلة، شو أقع مع أهلي داره أخضر؟ شو المشكلة بالزبط؟ طيب، نصلي للمشكلة مع أهلك، الرب يحل بإسم يسوع هون فاتوا كمين على إيلي كرم، خلاص بركي منوقف ناخد اتصالات بتقلي سلام الرب، أنا سميرة من ألمانيا أتمنى أن تصلي من أجل عائلتي، صلي لكي يمشوا في طريق الرب وأن ينور طريقهم ويكون معهم في كل خطواتهم صلي أيضا من أجل زوجي، أطلب من الرب أن يبعث المحبة إلى هذا المنزل أوكي، حابة نشكركم على برنامج الحلو، صلواتك معنا، نشكر الله، سميرة يوسف من ألمانيا، أوكي يا سميرة ربي بير كيك بدي أختم الموضوع بسرعة، عندي موضوع كتير أحكي، بس الكل عم يوصل، وقفنا ناخد الاتصالات بس أنا حدل أخذ اتصالات الأربعة الجي، أنا مش حكون على الهواء، حيطلع شي مبدئيا، شي برامج لكريسمس فياريت أنتو بتدلكم على اتصال معنا حتى رأس السنة، أحب تشوفوني برأس السنة، ولكن ياريت بتدلكم تكتبو لنا على الإيميل على الإيميل، على آيات أتستسابن دوت كوم أو إليكرم دوت كوم، وعلى الفيسبوك إليكرم في إليكرم جروب كمان، فانضموا إلينا على إليكرم أو إليكرم جروب، وخلونا على اتصال أمين، اللي بدي أقلك في نهاية السنة بتقلي خانوك خانونة، شي مؤلم جدا، المسيح قال مثل مداود أنه تقلم هو، المسيح قال أنه آكل خبزي هو اللي رفع علي عقبه، هيدا اللي دربته وهيدا اللي تعبت عليه، اللي بدي أقلك نحن في نهاية هالسنة هنكون شخصين، أهم شي تختبر المسيح مخلص، في اتنين طلعوا إلى الهيكل اللي يصلوا، واحد فريسي وواحد عشار الفريسي كان يشوف حاله ويشوف حاله بعمله، قال له اللهم أشكرك أني لستك باقي الناس الزنات الخاطفين ولا مثل هذا العشار الأسوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه قال ولكن العشار لم يشصر أن يرفع رأسه إلى فوق، ولكنه قرع على صدره قائلا قال لهم مرحمني، أنا الخاطئ، وقول المسيح الحق أقول لكم أن هذا ذهب إلى بيته مبررا دون ذاك لأن الذي يرفع نفسه يتضع، والذي يضع نفسه يرتفع في عياريت في نهاية هالسنة، بتقول لي خانوك ما خانوك تطفش كل الضيئات اللي اشتست فيها تدفشك أنك تتمسك بالمسيح، تتعلق فيه، لأنه مكتوب تعلق بيه ونجيه لما تتنعي بتاخده مخلص، قال أرفعه لأنه عرف اسمي معه أنا فضيك، أنقذه وأمجده، ومن طول الأيام أشبعه وأليه خلاصي قال يدعوني فأستجيب له، فهو إذا أنت بتجي تعبين من الخيان اللي اشتست فيها الرب يشفيك، أمين، بدي أشكر كمان تميق كانت كتير عم بتصليلي تميق قودشيان بعتتلي، بتقلي أمي وأنا كتير مبسوطين أنه رجعت سليم من العراق مع كل العائلة، مع كل العائلة، ناطرينك باسم يسوع، أنو تكون معنا ببلجيك، قال كوم مبارك ومنشكرك على هالحلقة، وبون صورة، وبون صورة إليك، جوورو مرسي تميق، نصرنا مثل العائلة، مش بس مشاهدين، نشوفكم قريبا ربي بارككم سررت كتير بإيميلكم كمان، سلامات لأمك وبايك وللعائلة فخلينا نكون كمان حاكمين في هالسنة وفي نهاية هالسنة، ناخد قرارات بتقلي أنا مسيحي، أنا ما بعرف ديانتي شو وإيماني شو، الكنيسة المسيحية هي قسمان، خمس حاكمات وخمس جاهلات وإن شاء الله ربيين أنت طول عمرك منبين عن جدك، جدك مسيحي، ولكن فيه كنيسة بيقول عنا المسيح مش أنا قال عزارة حاكمات، الناس بتقلي نحن عم نصلي لوحدة الكنيسة، يخيي الكنيسة موحدة نحن شعب واحد مثل ما كان شعب العهد القديم ولكن 12 صبت، مش مهم ومن كل صبت فيه ناس مؤمنين اختبروا المسيح مخلص شخصي، ولكن هالعزارة الجاهلات هالك شعبي ليه لعدم المعرفة عندهم الكلمة ولكن ما اختبروا الروح، ما عندهم زيت، ما اختبروا الروح القدس والنتيجة أضاعوا فرصة الخلاص، ونعسوا كلهم، نحن صرنا من الأيام الأخيرة هذه الأيام الأخيرة نعس الكل، ونعسنا جميعا هنا ونمنا ولكن سمع صراق في نصف الليل، فوزر العريس مقبل فخرجنا للقائه يمكن المسيح يجي يوم، صارت كل العلمات بتدل أن نحن في نهاية العالم الأوبئة، المشاعات، الزلازل، الحروب ضد الإرهاب، كثرة الأثم، قلة المحبة بيتحالونا بسبتمبر 11 أيلول شي شي مروع اللي صار، راحت 3800 أتيل ولكن الخطيئة عم تقتل أكتر بكتير يعني قلت لكم أكتر من 45 مليون أكتير، أكتر من 46 مليون أكتير ميتوا بسبب فقدان مرض، فقدان المناعة يعني قد لبنان، وإسرائيل، والأردن، وسوريا ويمكن العراق كمان، نمحوا عن الخارطة يعني هدول ما حدا جاء بصيرتهم الخطيئة تدمر، إجرة الخطيئة موت، نفس اللي تخطئ تموت ولكن يا ريتنا نوم، أهرب لحياتك واستعد لملاقات الرب إلهك نحن على عتبة سنة جديدة نقول له يا رب نحن بدنا إخدك مخلص شخصي قلنا بدي إخدك هذا، مش بالجملة، بالمفرد كنت عم صلي مع خالتي، عم بارك خالتي حليمة روحانا إلا صلي له يا رب خلصني، خلص نشكلك لأنك خلصنا كله بالجمع، ولكن لأ العلاقة مع المسيح فردية برجها لتعيي، ومنصلي بنعلم باركة المسيح عليها وطول الأيام وخلاص المسيح عليها وعلى كل عياننا وعلى كل أقاربنا وأحبائنا غير المؤمنين يختبروا خلاصه فالبدأ لك يا ريت بتكون حكيم لأنه بيجي وقت لو أنت بتعرف عن المسيح هدول المستعدات اللي عندهم زيت دخلوا ولكن غير المستعدات وقفوا يقرأوا على الباب افتح لنا، افتح لنا قالوا اذهبوا عني يا فعلي الأذم إنني لا أعرفكم من أين أنتم بتقول لي أنا عب نبش على الله بس ما بعرف كيف بدأ يجيله نحن قصتنا مثل قصة ابن الدال قال كثر، قال إجر الولد اللي عند بيه قال أعطني القسم الذي يصيبني من المراث قال فقسم لهما معيشته والنتيجة أخذ بركة البي وراح فيها لوين راح فيها إلى الزنا إلى السكر بذر ميلو بعيش مصرف مع الزواني ومع الأشرار ولما ابتدأ يحتاج جرب يروح عند حدا يساعدوني يساعدوني لكل تركوه مثل ما منقول قال ما أكثر أصحابي لمن كان كرمي دبس قال وما قال أصحابي لمن كان كرمي يبس الناس تركوك لمن خسرت مصرياتك الرب يعود لك بقول وقلناها لمن أنت بتطلع تعرف أصحابك بيعرفوا مين أنت ولكن لمن أنت بتنزل أنت بتعرف مين أصحابك هول اللي بيقفوا معك بالضيء هول أصحاب المخلصين فالبدأ لك إيه؟ هو قال كم من أجير يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا هون أقوم وأذهب إلى أبي وأقول لأبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أدع لك ابن جعلني كأحد أجراك وراح لعند بيه وإذا بيه ناطره ووقع على عنقه بيه ما خليه يكمل الجملة قال له جعلني كأحد أجراك قال له أعطيني بالأول بعدين جعل بيقل له أول شي قال له أعطيني بعدين قال له ميك مي يعني جعلني فالبدأ لك إيه؟ الرب حيجعلك ابن إلو إذا أنت بتقبله مخلص خوط حياة أبدي في نهاية هذه الحياة الأصيرة اللي صرنا في نهايتها نحن في نهاية العالم وفي نهاية سنة كمان أنهينا عصر وقرن وهلأ عم ننهي لألفين واربعة عشر ونستقبل لألفين وخمسة عشر استقبله أنه أنت مخلص مفدي ردد معي رددي معي إذا ما بتعرف ميما كان ميما كانت حزبك لونك دينك عرقك مسيحي غير مسيحي ما بتعرف المسيح مخلص إذا نمت مش عارف وين رايح بالموت يقول له يا رب رحمني وخلصني بإسم المسيح أمين إذا أنت بدأ عندك أي احتياج رفع إيدك طلبنا الرب شو بدك إذا مرض يقول له شفيني من مرض يقوله أو أي احتياج يقوله المشكلة لأنك عطيتنا الثمر المئة بإسم يسوع مجدك علينا يرى بإسم المسيح كل عنات تزول بإسم يسوع أمين 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 إذا صليتها الصلاة صدق أنه الرب استجاب يمكن أنت عم تحس بفرق بحياتك الرب عم بيلمسك تعاد الحلقة الساعة 2 بتوقيت بيروت صباحا اليوم الخميس وكذلك ساعة 12 بتوقيت بيروت احضرونا خليكم على اتصال معنا على اياتاتستسفن دوت كوم أو إليكرم دوت كوم اللي بده رقم تليفوني يفوت على إليكرم دوت كوم وياخد رقم التليفون وياتصل فيي أنا بتمنى لكم ميلاد مجيد منذ الآن بتنبني لكم أحلى سنة بإسم يسوع اللي لم يأتي الرب لـ 2015 قلنا جميعا سمى مفتوحة وانفجارات من البركات الروحية الجسدية المادية ونتوقع أن رب يعمل معنا أكتر أيات وعجائة وساء أنه رب يشفيك من جروحات الخيانة مجد علينا يورا مع تحية تأسيسي للكرام باي باي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر